حلو تعالوا نتكلم في حدوتة تانية الحدوتة دي متعلقة بما نطلق عليه إيراد نهر النيل تيجي تقولي هو نهر النيل ليه إيراد؟ هقولك آه طبعا وليه لجنة دائمة لتنظيم إيراد نهر النيل هذه اللجنة بتعقد اجتماعاتها بشكل دوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرأي طيب الاجتماع بيستعرض إيه؟ بيستعرض سيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي إيراد النهر يعني حجم ما يصل إلينا من مياه بشكل سنوي حلو؟ والوقت ده هو الاجتماع الدوري بتاعها بعد كده بيحصل مرحلة الفيضان بتبقى قدام شوية على شهر 7 أو شهر 8 زي ما أنتم حضراتكم عارفين وبالتالي بنبدأ من هنا ننظم المصروفات المائية مش أي حد في الدنيا بيجي له إيراد بينظم مصروفاته إحنا جيلنا الإيراد المائي هنبدأ نظبط وننظم مصروفاتنا إيه؟ طبعا بنأكد على إيه؟ على ضرورة التزام جميع المزارعين إذا سمحتوا بالمساحات المحددة لزراعة الرز ليه؟ المزارعين طبعا فاهمين ده إخوانا التانيين أهالينا اللي بتفرجوا اللي مش عارفين حكاية الرز الرز من أكتر الزراعات اللي بتستهلك مية بتستهلك كمية مية غير طبيعية أكتر زراعة ممكن تكون بتسحب مية الرز وبالتالي الدولة محددة مساحات معينة ما نزودهاش وإلا يبقى في عندي كده مشكلة في الإيه؟ في المية تصريح زراعة الرز السنادي لسنة 21 هو تصريح في عدد محافظات بالتحديد التصريح بزراعة المساحة واللي قدرها 724 ألف و 200 فدان حلو كده؟ بالإضافة إلى 200 ألف فدان من سلالات رز بتوفر شوية مية يعني على الأد برضو يعني مش بطلين بنسميها الرز الجاف في مساحة 150 ألف فدان بتزرع بقى على مياه بتبقى ملوحتها مرتفعة شوية زي بعض المياه اللي موجودة في بعض الأبار بتبقى الملوحة بتاعتها أعلى حبتين من المية العزبة بتاعت نهر النيل وأعلى حبة من بعض الأبار الأخرى خلاص كده يبقى إحنا عندنا 724 ألف و 200 فدان رز عادي 200 ألف فدان هنزرعهم الرز الموفر للمية و 150 ألف فدان رز بيتزرع على المية الأكثر ملوحة جدير بالذكر أنه تحديد مساحات الرز دي يا سادة واللي مصرح بزراعتها بيجي في إطار زي ما كنا بنقول سياسة وزارة الزراعة في ترشيد استهلاك المية نحافظ على مواردنا المائية ترجمة نانسي قنقر